قدم فريق علمي بصيصا من الأمل لأجل القضاء على فيروس كورونا المستجد وذلك بعد اكتشاف جسما مضادا يمكنه أن يحيد المرض الناتج عن الإصابة بالوباء الفتاك وتمكن أكاديميون يعملون في منظمة الدايمونز البريطانية باستخدام جهاز الأشعة الصينية الذي يماثل في عملها المجهر العملاق من العثور على جسم مضاد من مريض تم تشخيصه في الأصل بفيروس سيرس عام 2004 قبل أن يتعافى وتؤكد التقارير أن الفريق البحثي خلص من خلال تحليل عينة المريض أن لديه جسما مضادا قويا ويمكن أن يلتسق بالفيروس ويدمره عبر دفاعات المناعة الطبيعية في الجسم